موسيقى صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم لهذه الحلقة من كلام بيروت الأنباء التي تصدرت الصحف الصادرة اليوم على المواقع الإلكترونية بسبب غياب الطبعات الورقية لمناسبة عيد انتقال السيدة العضراء الصحف أبرزت الزيارة الرسمية لوزير الخارجية المصري سامح شكري للبنان اليوم وأيضا تدعيات الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله إلى جانب التطورات الميدانية في سوريا هذه المواضيع وغيرها نتابعها اليوم مباشرة على الهوام الاستيديو مع الصحافة الأستاذ علي حمادي السيد علي صباح الخير صباح الخير يعني إلى جانب هذا العنوين طبعا البداية بعد الكلام في نوع من التفاؤل حول رئيسة الجمهورية وحول مواقف متناقضة بهذا الشأن نستهل الحلقة بكاريكاتور بصحيفة الديار مبارح لأنه اليوم ما في طبعات ورقية تحت عنوان تدول سياسي برئيس الجمهورية من خارج الثمانية واربعة عشر الكرسي وطابطين حديد ثمانية واربعة عشر والكرسي عم تصرف مهم أخلص بقا حلوة حلوة ممكن المهم يخلصوا اللبنانيين ايه طبعا لا ممكن ايه يعني بالأساس كان ممكن انه يكون في اسم متداول من خارج أربعة عشر وثمانية وبتقديري انه كان هذا بيكون الأفضل للبنان ان يكون من خارج الاستفاف السياسي الحاد ما بين الطرفين الكبيرين في لبنان بالرغم من انه من انه صار في خلط للأوراق باعتماد ترشيح النائب الفرنجي من قبل الرئيس سعد الحريري لكن الاستفاف ما زال موجود يعني يعني قبل ما فوت بالتحرك المصري من خلال زيارة وزير الخارجية المصري والتالي هذا الحراكي وربما دور ما لمصر جديد ومرتقب كان في لبنان اذا منحكي من خارج ثمانية واربعة عشر كلام سيد نصر الله كان واضح انه مع الجنرار العون كان لافت كلام الرئيس نبيه بري مع الرئيس سعد الحريري ظالما او مظلوما منذ ان رشح الوزير اسليمان الفرنجي ارجعنا للاسمين شوف بالنسبة للرئيس نبيه بري نظريته فيما يتعلق بالرئيس سعد الحريري هي انه الرئيس سعد الحريري هو الذي يمثل الخط الاعريض في الطائفة السنية وانه بالنتيجة اذا تعمل تسويه في لبنان ما فيك تعملها الا مع الرئيس سعد الحريري يعني ولسيما انه بالطرف الاخر في حزب الله هو يعني هو اللي عامل تقل على الميزان نظريته للرئيس سعد الحريري ايضا انه الرئيس سعد الحريري لازم يكون رئيس لحكومة لبنان المقبل وايضا بانه هو بانه الرئيس سعد الحريري ضانين بالاستقرار اللبناني ضانين بالوفاق قام بالعديد من الخطوات جريئة جريئة في ناس يسموها تنازلات الرئيس نبي بري يسميها الجريئة فيما يتعلق بالوضع السياسي فيما يتعلق بترشيحات رئاسة الجمهورية يعني ما نستخف بترشيح النائب ستمان فرنجيه خطوة كبيرة 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 من اعتياديه خطوة هزت يمكن كيان 14 ازار هزت حتى في الداخل داخل منظومة طيار المستقبل لانه شغلي غير اعتيادي وشغلي كبيري الرئيس بري انطلاقة من هذه النقاط قد يكون يعني يعتبر بانه اذا بده يصير في حكي جدي بالعمل ما بيصير الا مع سعد الحريري وسعد الحريري الشريك في السلطة في الحكم وفي التركيبة اللبنانية حتى اشعارا اخر المتابعة والتحليلات لمواقف سيد نصر الله انه كلام الرئيس بري رقله زواره عنه وبعض كلام سيد نصر الله انه نحن مستعدين وايجابيين وكأنه فتح باب ولكن البعض ربما النية طيبة او هالطيبة يقولوا نفتح الباب بس لوان من بعد الباب منبين اما بدهم التزام من يضمن هذا الكلام اولا كلام السيد حسن نصر الله كلام جاء في سياق يعني كلام اطول وايضا المهم الافعال اكثر من ذلك من واضح الكلام للرئيس سيد حسن نصر الله من واضح دا الالتزام بدعم يعني انتخاب الجنرال عانو وبالتالي نحن مستعدين نحكي برئيس الحكومة ايه بس هيدا هيدا كلام عام وهيدا كلام حتى الان كلام من واضح لانه نحن شو عم نجي نقول لحزب الله نحن نجي نقول انه طيب بفريق كون في جنرال عون في الرئيس الرئيس او المرشح الرئاسي سليمان فرنجيه وفيه رئيس نبيه بره رئيس نبيه بره هو بفريق 8 ازار طيب ليش المطلوب هو من الرئيس سعد الحريري ومن طيار المستقبل هو يروح على ترشيح عون اولا بلشو بالقريب بلشو بحلفاء كون عم تقول انه كلام الرئيس بره واضح انه بدعم فرنجيه عال بس نصر الله شو عم بيقول نصر الله عم بيقول نحن نحن اللي معلق البلد واللي مسكر البلد واللي مسكر اي امكانين انتخاب رئيس جمهورية ولمعط المجلس النيابي هو طيار مستقبل لانه ما عم بيعطوه لعون شو عم بيجي يقول طيار مستقبل يا سيد نصر الله حلفائك ضمن منظومة ماني ازار قبل ما توصل لعندي بلش فيهم بلش بفرنجيه انعوا ينسحب لصالح عون ثم الثنائس الشيعي اضبطوا على اقاعك على اقاع الخطابك الرسمي اللي هو دعم عون جيب كتلة التنمية برئيسة الرئيس نبيه بره لدعم عون جمعهم مع بعضهم لا جمعهم مع بعضهم اولا بتجيب نصاب 86 وفيك تنتقل لحالك بأصواتنا او بغير أصواتنا نحكي ميثاقية ورئيس جمهورية مش فريق تسلم لي بميثاقية بأصواتنا واذا بدك بدون ميثاقية وهذه ميثاقية هذه كسبة كبيرة معمولة للتعطيل من دون ميثاقية فيك تجيبه لحالك البعض من خلال المتابعة انه يقول ما قاله الرئيس بري وما قاله سيد نصر الله كأنه في نوع من تبادل أدوار وأنه الاتجاه أنه يطرح الرئيس بري ويمشي فيه وبالتالي النقاء الرئيس بري تقريبا المطلوب هو عم ينحكى بالسلة يعني لما عم بيحكي الرئيس نبيه بري عن السلة أولا متبسك بالسلة وعم بيقوله أنه ما في حل بدون سلة البداية رئيس جمهورية بس السلة وعم بيقوله أنه السلة هي اللي رح تسهل أمور رئيس جمهورية السلة ونحن نريد أنه العالم الناس تعرف أنه سلي بالنسبة لأنه ماذا تعني سلي إذا كانت سلي فيها توافقات أو تفاهمات معينة لا بأس بها أما سلي أن تصبح هي دستور جديد أن تكون أعراف غير مكتوبة تصبح دستور جديد للبنان وكله بين مزدوجين بيقلك تحت سقف الطائف هو مش صحيح الطائف في نص نفذ النص كلنا ماشيين منيح الأستاذ محمد شقير كتب بصحيفة الحياة تحت عنوان نصر الله يبيعنا من كيسنا ويطلق مناورة لا تصرف في أي مكان تحدث عن المناسبة وكلام سيد نصر الله ويقول أنه المصادر تعز السبب أنه ما في ضمانات هذه المواقع والمقرر الوحيد في موضوع الرئيسي هو البرلمان هذا إذا أراد الحريري الترشح للمنصب لمنصب رئيسة الحكومة أولا الضمانات من زمان تعلمنا أنه ما في ضمانات مع حزب الله حزب الله لا يلتزم المواثيق والاتفاقات والدليل أكبر دليل على ذلك ما حصل مع حكومة الرئيس سعد الحريري عندما تم إسقاطها أكثر من ذلك في درس تعلموه بـ 14 أزار والدرس تعلموه بطيار المستقبل هو أنه حتى النائب ميشيل عون لا يلتزم المواسيق ولا الاتفاقات لأنه الانقلاب على الحكومة حكومة الوفاق الوطني تمت ببيته وبقيادته كان رئيس الحريري يدفل على البيت الأبيض وأعلن منه وأعلن الرابي إسقاط حكومة سعد الحريري ومن الرابي أعلن أنه وان وي تيكت بيروح سعد الحريري وما بعد يرجع على لبنان إذن حتى حزب الله لا يوجد ثقة فيه جنرال عون أيضا لا يوجد ثقة فيه بهذا الموضوع لأنه سبق وكسر كل التفاهمات في مرحلة من أدق المراحل وذهب مع حزب الله إلى حكومة اللون الواحد لمدة ثلاث سنوات هي اللي كسر الظهر لبنان وبعدنا عم ندفع لها الآن تمن حكومة اللون الواحد الآن هذه الحكومة منع عظيمة هذه حكومة يعني ما بدك فينا نحكي أنه مهله ليه لكن نحنا اللي وصلنا له هو نتيجة هذا الانقلاب أيضا ولكن الكلام أليس يعني هذا الرفض أو أنه أنه سيد نصر الله بكلامه اختصر المجلس والكتل النيابي والبرلمان والدستور وهو يعين الرئاسات أولا نصر الله يعتبر نفسه أنه فوق الجمهورية ويعتبر نفسه أنه هو المرشد وأنه بالنتيجة حتى لو فيه رئيس جمهوري ولو فيه رئيس حكومة ولو فيه حكومة ولو فيه أحزاب وقوى ويعتبر نفسه أنه هو الذي بإرشاداته وبالخطوط العريضة التي يرسمها هو الذي يدير الجمهورية بالقوة بالترهيب بمراحل معينة بالإرهاب لأنه بنتيجة حزب الله داخل ومتورط مثل ما بنعرف بالإرهاب الداخلي شو بدنا بالإرهاب الخارجي؟ الإرهاب الداخلي، الإغتيالات فاللبنانيين مرات بينسوا بينسوا أنه اللي قاعد بوجهون ولسيا بقوة 14 أزار اللي قاعد بوجهون حاطت الفرد على الطاولة اللي قاعد بوجهون جانكستر اللي قاعد بوجهون مش عم يشتغل السياسي بس عم يشتغل السياسي عم يشتغل أمن عم يشتغل على تغيير النظام عم يشتغل على أكتر من جهة وعلى أكتر من صعيد ليغير بتركيبة البلد عم يشتغل على تغيير تركيبة البلد كل ولذلك هناك نظريتين بس نحكي ونعطيني ديئة في نظرية بتقول نحنا ما بنقدر على حزب الله خلينا نهادنه وننطر الوقت شو بده يصير وشو كي بيتغير الوضع في نظرية تانية بتقول انه الاستمرار الاستسلام امام حزب الله ولو بالموقف حتى بالموقف في استسلام في شعور بانه في استسلام بالموقف هذا سوف يؤدي الى تسليم لبنان بأسره بلاش وبراحة لحزب الله وحزب الله بالنتيجة عم بيغير صورة البلد عم بيغير تركيبة البلد تحت سطار هيكي الخطب وتحت سطار التحالفات اللي بيعتبر انه عم بيدافع عن اقليات او عم بيحارب كرمال اقليات او عم بيقاتل بالخارج ضد الارهاب او ما يسمى بالارهاب بالنتيجة حزب الله هدفه تغيير لبنان وهو يعمل بلا هوادة على تغيير لبنان اولا نصف نصف دستوري نصف المؤسسات وتجويفة الاضرار بالاقتصاد اللبناني وبالمالية العامة وبمالية البلد وشفنا انه بالنتيجة عندما صار عنده مشكلة مع المصارف ما منع حزب الله انه فجر بانك يعني اوكي اربعة وهذه شغلة كتير مهمة التمدد الديموغرافي والعقار في البلد ما تنسوا يا لبنانيين من هو الطرف الذي يتمدد ديموغرافيا وعقاريا في البلد وكأنه ينشئ كيبوتسات في لبنان مستعمرات في لبنان لتطويع بقية اللبنانيين انطلاقا من كلامك اذا صار تسوية بده يكون مع كل الاطراف ومنهم حزب الله وبالتالي الكلام اليوم انه لماذا رفض قد يكون في تغيير ما بالموقف فلنعمل جميعا بالسياسي بدل ان يكون حزب الله يسيطر بالقوة كما ذكرت خلينا نكون كلنا مع بعض حزب الله بالنتيجة يسيطر بالقوة حزب الله يحاول ان يسيطر بالقوة والدليل على ذلك انه مجلس النواب هو مسكره ما حدا غيره مسكره يعني حتطب ظهر طيار المستقبل ونازل هو والعون نازلين بحملات على سعد الحريرة انه انت اللي موقف كل شيء انت اللي معلق التأييدك معلق كل شيء نحنا شو عم نجي نقول نحنا عم نجي نقول تفضل حلفائك هني عندك فرنجية منو مقتنع بعون انع فرنجية وفرنجية شو عم بيقول عم بيقول شو ما طلب مني السيد حصل نصر الله على راسي عم بيقول اسا طلب مني السيد حصل نصر الله ان امزق تفاهمات التي جرت مع الرئيس سعد الحريري سوف امزقها وارميها اهلا مش انا عم بقول لا اهلا بالنسبة للرئيس نبيه بري ولا كتلة حركة امل او كتلة التنمية تحالف بالدم وتحالف بالطائفة وتحالف بالمذهب ما بيظهروا عن بعضهم يعني بمعنى اخر حزب الله هو الذي لا يطلب من حلفائه هو اللي عم بيوزع صوات حلفائه ادري يمون على الرئيس بري بلا ادري يمون بس هو ما بده يمون هو بده يعمل تعطيل ويزد على الظهر غيره والرئيس نبيه بري بيعرف هذا الشيء وبيقول الرئيس نبيه بري من صاحب نظرية انه خلينا نحرج الكل لنوصل على فرنجية نحن عم نجي نقول انه فرنجية عال رشحنا فرنجية لكن انتو وين الهومورك تبعكم النائب السماء فرنجية الى الان لم يحدث اختراق داخل طياره او داخل صف 8 ازار عنده شغل بده يشتغله هو فيما يتعلق بالرئيس نبيه بري عنده شغل بده يشتغله فمش كله على جملات وعالحريري انه البلد معطل لانه الحريري ما بيعطي لعون ولانه جملات مرشح بيقوله مرشح النائب حلو ومش عم بيعطي لعون وهذا مش صحيح هو داعم الاول للوزير الفرنجية عمليا هو داعم لفرنجية بس حاطة ترشيح رسمي بلا النائب اريح له هل المقاربة كتير بعيدة انه ترشيح دكتور جعج على الجارة العون وكلام السيد مصر الله وكلام الرئيس بري كأنه كلهم الوصول الى شيء ما بعيدا رأي القوات اللبنانية الدكتور سبيل جعجع هو انه خلينا نحرج حزب الله وخلينا لانه حزب الله ما بده رئيس بكل الاحوال فلنحرج حزب الله نذهب الى انتخاب النائب ميشيل عون وانتخاب ميشيل عون رئيسا يحرج حزب الله لانه حزب الله ما بده مؤسسات بده فراغ وبده شغور لأمد طويل من اجل ان يأتي لطرح معادلة تغيير النظام عم ينحكى بتغيير النظام السلة فيها تغيير فيها يعني الدوحة هي بداية تغيير نظام بيقولك دوحة 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 شو هي الدوحة قاعدين متماسكين بالدوحة اللي نحنا رحنا عليها بلنا بتغيير النظام بتغيير النص يعني مثلا التلت المعطل هيدا تغيير نظام ولا مش تغيير نظام يعني هيدا عم تيجي تقول في حق فيت ولا طايفة على الديمقراطية على المعادلة الديمقراطية فعم بيجي يحطوا لكيها كلها في هذا الإطار وعم بيحطوا المسئولية على الطرف على الطرف اللي معليه مسئولية بهذا الموضوع هذه خطورتها رغم كلام الرئيس فعفوا عفوا أنت بس ما أنسى عم بيحكي فيما يتعلق بجعجع جعجع عم بيقول هذا الأمر طيب هذا الأمر نظريا مظبوط في قوة بالبلاد مش طيار المستقبل آخرين وما بدي يسميهم لأنه فيه مستقلين مسيحيين عم بيقلوها فيه ما بدي حتى ما حملهم مسئولية الكلام اللي أنا بسمعه باستمرار في عدة أوساط عم بيقولوا طيب العماد مش العوم متقدم في السن وغير قادر أن يكون رئيس جمهورية بالمعنى بالمعنى العملي التنفيذي يعني يشتر 12-13-14 ساعة بالنهار عمل اللي بيقوم فيه رئيس جمهورية جسديا ما عنده هذه القدرة طيب عمليا مين رح يكون رئيس الجمهورية الفعلي بالبلاد الوزير الوزير سهرول الأستاذ جبران بسيل هذه عم تخلق استحالة وعم تخلق تعقيدات مع المسيحيين المستقلين مع قوة سياسية بالبلد خايفانة من وصول العون أو مننا متحمسة لوصول العون لأنه المشكلة كيف يستطيع عون أن يثبت أنه فيه مسافة بينه وبين عيلته أنت بدك تعمل رئيس جمهورية عال بس هل أنت والصهرك الأول وبعدين الصهرك التاني بتكون تعملوا رئيس الجمهورية مع بعضكم ولا لا هذا السؤال لازم ينطرح ولازم يكون فيه صراحة لازم ينحكى صراحة عبتحكي أنه حسب الله لا يريد رئيس ولكن بارح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وكما جاء بصحيفة الحياة أنه الطريق أصبحت ناضجة بشأن حل الأزمة الرئاسية وفي القريب العاجل يعني أمل أن تحل واستند أيضا إلى ما قاله الرئيس بر أنه متفائل بوصول لرئيس قبل نهاية العام بدهم رئيس وبدهم دولي وبدهم كل شيء على الرئيس سعد الحريري أن يكرر ما يقال في أوصات 14 أزهار وطيار المستقبل وهو عم بيقولها الشيء أنعوا اللي معكم إذا تنعوا بيمشي الحق إذا تنعوا بيجيبوا 86 صوت بيفتحوا المجلس بينزلوا الكل على المجلس نعم راح نتابع معك أستاذ علي بموضوع الرئاسي من خلال وبيتخبعون وبيطلع طيار المستقبل ورئيس الحرير يباركوا بيطلع طيار المستقبل بيطلعوا المستقلين بيطلع قوى 14 أزهار المستقلة كشخصية وكقوى بالمجتمع بيطلع النائب وليد جملات كلهم بيطلعوا على بعبدة بيهنوا الجنرال ميشيل عون وبيوقفوا عند خاطره كرئيس جمهورية كل لبنان فيه اعتراف بالنظام حتى لو ما شاركوا بانتخابه حتى لو ما انتخابوه ممكن ينتخبوه بس ممكن ما يصوتوله أو يعني ممكن يصوتوله ممكن ما يصوتوله عدم التصويت لا يلغي شرعية انتخاب الرئيس مش شيء هذا حيحصل كأن ما بعرف وقتصاد المرشد نعم رح نتابع معك السيد علي من خلال ما سمي بالمبادرة وزيارة وزير الخارجية المصري ايضا موضوع الجيش اللبناني من خلال التمديد لقائد الجيش بعد التوقف لاستراحة اولى ابقوا معنا مشاهدين